أهلا بك إذا كنت تشعر بأن الوسالة الاجتماعية تضيع الكثير من الوقت وأنها تستنزف طاقتك هذا الفيديو سيكون مناسب جدا بالنسبة لك ليس لأنني سيقول لك احذف هذه الوسالة الاجتماعية وكيفية التخلص منها بل سوشارك معك خطوات من خلالها ستستطيع أن تحول منصة الوسالة الاجتماعية التي تتابعها كالإنستغرام مثلا من منصة تضيع الوقت ومنصة تجذبك لمتابعة منشورات لا فائدة لها إلى منصة تنافس المنصات التعليمية المدفوعة التي من خلالها سوف تستفيد كثيرا من المحتوى الجيد الذي سيظهر لك وذلك عبر اتباع بعض الخطوات التي ستساعدك في التحكم بالخوارزميات التي تقرر أي المنشورات التي يجب أن تظهر لك خصوصا في خانة الاكسبلور أو العام إذا تابعت معي إلى النهاية ستستطيع من تغيير خانة العام وتنظيفها من كل المنشورات التي لن تساعدك في تحقيق هدفك إلى خانة كهذه التي تظهر لديك مليئة بالمنشورات المفيدة والمنشورات التي ستساعدك في تحقيق غايتك لذا عبر الخطوات التي سأشاركها معك في الدقائق القادمة تمجنت من تنظيف حسابي أو المنشورات التي تأتيني في خانة الاكسبلور وتحويل هذه الخانة من خانة تستمدني بالمنشورات التي لا فائدة لها إلى خانة مليئة بالمعلومات والمنشورات المفيدة إذا كنت مهتماً بهذا الموضوع عليك بمتابعة الدقائق القادمة أمامكم حسابي الشخصي الذي قمت بإنشائه قبل أيام في منصة الإنستجرام هنا تابع معي الخطوات التالية في البداية ادخل لأصابح الشخصية بعدها أعلى يمينك في الزاوية اضغط على هذه الخطوط وبعد ذلك حاول أن تجد خانة أو المكان الذي قد تم حفظ المنشورات المحفوظة المنشورات التي تحفظها بعد ذلك حاول أن تقوم بإزالة كل المنشورات التي حفظتها والتي لن تساعدك في تحقيق المهام أو الأهداف التي وضعتها لنفسك على سبيل المثال تحب أن تتعلم لغة جديدة تحب أن تتعلم الـ Graphic Design البرمجة حاول أن تزيل كل المنشورات التي لن تساهم في إيصالك لهذا الهدف بعد الانتهاء من تنظيف هذه الخانة من المنشورات التي لا فائدة لها لك وإن كانت ممتعة وإن كانت تجذبك عد للصفحة الشخصية أو اذهب لمحرك الباحث في الانستجرام أود منك أن تكتب أو تبحث عن الصفحات التي ستساعدك في تعلم المهارة التي اخترت أن تتعلمها لنفترض أنك قررت أن تتعلم اللغة الإنجليزية اكتب في محرك الباحث تعلم اللغة الإنجليزية بعدها سترى أن هناك الكثير من المنشورات التي ستظهر لك وكذلك سيكون هناك حسابات إذا أردت أن تتابعها المهم أنت عندما تظهر لك هذه المنشورات افتح المنشورات التي تعجبه هناك تتحدث مع الانستجرام وتقول لها أنك تود المزيد من هذه المنشورات من دون أن تبحث عنها سوف يتوجب عليك أن تضغط على زر الإعجاب أو أن تضع تعليقاً أو حتى أن تقوم بحفظ المنشور هذه الأفعال تترجمها الخوارزميات أو التطبيقات الوسائل الاجتماعية على أنها إعازات منك تقول للإنستجرام أو الحسابات الأخرى كسنابشات فيسبوك وغيره ما أنك مهتم بهذه المواضيع لذلك سوف تفهم الإنستجرام مثلاً على أنهم إذا أرادوا أن يحظوا بمكوثك لفترات أطول على حساباتهم أو على تطبيقاتهم سيتوجب عليهم أن يظهروا المزيد من المنشورات التي تنال إعجابك التي هي ضمن اهتماماتك هكذا إنستجرام سوف تحاول دائماً أن تراقب أفعالك ردود فعولك مع المنشورات التي تشاهدها لكي تظهر لك المزيد من المنشورات المشابهة هكذا سوف تنجح في إبقائك على منصاتها والاستفادة من مكوثك عليها وبالمقابل لن تخسر شيء ستستفيد من ردة فعلهم لذلك حاول دائماً أن تكون أفعالك على هذه الحسابات تعمل لك ولا عليك لأن هذه الوسالة الاجتماعية هي روبوتات هي مجرد أكواد لا تفهم لغاتنا البشرية كل ما يفهمونها منا هي أفعالنا على هذه المنصات عندما تظهر على زر الإعجاب تضع تعليق أو تحفظ المنشور هكذا ستفهم هذه الوسالة الاجتماعية بأنك عجبت بها وأن عليهم إظهار المزيد من المنشورات المماثلة كذلك هناك نقطة أخرى عليك أن تقوم بها وذلك هي عاكس هذه الأفعال عاكس الأفعال التي تفهم الحسابات أو الوسالة الاجتماعية بأنك عجبت بمنشور ما الأمر ببساطة تفتح المنشور الذي لا يهمك أو الذي يجذبك وتستمتع بمشاهدته لكنها مضيعة للوقت لذا أي منشور لا يعمل لمصلحتك ولمستقبلك سوف تقوم بفتحه وستضغط على النقاط الثلاث الموجودة في أعلى يمينك فوق المنشور وستحاول أن تجد الكلمة not interested أو غير مهتم ولا تقلق إذا كنت قد ضغطت على هذه النقاط والخيارات التي ظهرت لك لا تماثل الخيارات التي ظهرت لي قد تختلف الخيارات من تحديث لآخر أو من جهاز لآخر لذلك المهم أنك تبحث عن الكلمة not interested أو this topic doesn't interest me أو أن هذا الموضوع لا يهمني إذا كان النظام الخاص بك هو باللغة العربية بعدها إنستجرام ستفهم ذلك بأنك قلت لها هذا المنشور لا يهمني وهذا يعني أن إنستجرام أو الحسابات الأخرى التي تقوم بهذا الفعل عليها ستقول يجب أن لا أظهر هذه المنشورات لهذا المستخدم وذلك لأنه غير مهتم قال بأنه لا يهمه هذه المواضح لذا لكي أحافظ على بقائه داخل منصتنا يتوجب علي أن أقلل من ظهور هذه المنشورات ونحاول أكثر في فهم هذا المستخدم واهتماماته لكي نتمكن في استفادة بعضنا البعض فالحسابات هذه إنستجرام سنابجات فيسبوك تستفيد من مكوثك عليها لأن هناك إعلانات هناك سلع تباع فمكوثك على هذه التطبيقات تزيد من نسبة أرباحهم لذا من الأحرى أنك تستفيد من هذا الوقت الذي تمضيه وتفيد به غيرك وذلك عبر اتباع اهتماماتك أو اتباع الأمور التي ستساعدك مستقبلا بهذا الشكل تفهمنا هذه التطبيقات والخوارزميات وتظهر لنا الأمور التي نحن مهتمين بها هكذا يا كرام لن تأتيكم إلا المنشورات التي ستفيدكم وبهذا كلما مكدتم أكثر على الوسالة الاجتماعية بعكس الأوقات السابقة الآن ستستفيد أكثر لذلك كلما تدخل لحساباتك الشخصية على الوسالة الاجتماعية تفاعل مع المنشورات المفيدة التي ترى بأنها ستساعدك في تعلم كلمة كلمتين أو ستقربك للهدف خطوة خطوتين حاول أن تتفاعل معها بالضغط على الإعجاب بالتعليق هكذا أنت ستقول للخوارزميات أو لإعدادات الإنستجرام أو الحسابات الأخرى أنك تريد المزيد من هذه المنشورات إذا بشكل تلقائي ستفهم هذه الحسابات بأنه لكي يجذبك أكثر أو لكي يدعوك أن تمكث على هذه الوسالة الاجتماعية أكثر يجب أن يزودك بمشورات مماثلة للمشورات التي تفاعلت معها لهذا السبب أيضا قم دائما بتحديد المشورات التي لن تساعدك في تعلم اللغات أو في تعلم المهارة التي تحب أن تتعلمها قم بتحديدها أنها لا تهمك وإن كانت تجذبك وهذا لكي لا تضيع وقتك هبان على هذه الوسالة الاجتماعية أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال يعجبك نلتقي في فيديوهات لاحقة واستودعك الله